سؤال محير ومن حق كل إنسان يسأله ليه ربنا أمر بالتسليم رغم أنه خلق عقل والعقل ده جوا أفكار محتاج أنه يقتنع بالمنطق صح ربنا خلق عقل وهو سبحانه وتعالى اللي قال لي أحترمه جدا ذكر ربنا العقل في القرآن خمسين مرة مش ممكن رب يتكلم في موضوع خمسين مرة إلا ويكون موضوع مهم جدا بل العقل ده هو اللي بسببه ربنا بيخاطب الإنسان الإنسان المكلف هو العاقل الصدي حتى يبلغ مش مكلف مش هيتحاسب والنائم حتى يستيقظ مش مكلف لأن عقله واقف والمجنون حتى يفيق الشخص اللي عنده خلل في عقله مش مكلف لأن الآلة اللي بيفهم بيها ربنا مش موجودة عشان كده يقولك العقل ده أحد مقاصد الشريعة الخمسة أديان ربنا نزلت للحفاظ على العلاقة مع الله الدين والمال والعرض والنفس والعقل لكن ربنا سبحانه وتعالى عنده عالمين عالم اسمه عالم الشهادة وعالم اسمه عالم الغيب ربنا اسمه عالم الغيب والشهادة إحنا كبني أدمين عندنا عقول ما بنعرفش نفهم بالعقل إلا علم الشهادة إيه علم الشهادة؟ كل الأشياء المدركة بالحواس الخمسة أشوفها أسمعها ألمسها أشمها أتذوقها أعرف أدرك والحواس الخمسة دي جوه علم الشهادة قاصرة يعني أنا ما عرفش أسمع اللي بيحصل في الشارع اللي ورايا لو واقف أنا على عمارة تلتميت دور ما عرفش أشوف المحافظة اللي هناك حتى لو ما فيش حاجة حجباني لكن ما عرفش شوف محافظة تانية يعني ليها حد أقصى علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لي في علم الشهادة استدل علي بعقلك وحواسك هتعرف توصلي بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر لما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخري بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون لو عايز تستدل على ربنا اديتك حواس تشوف بيها وعقل تمنطق بيه هو الكون ده جه فجأة أو جه صدفة ولا فيه إله وراه قعد خوض الرحلة دي لآخرها خالص بعقلك فإذا اهتديت بهذا العقل أن هذا الكون له رب الرب ده عامل صفته إيه؟ صفته إنه كامل صفته إنه علمه أكيد أكتر من علمي مفيش مقارنة ده علوم البشر كلها ربنا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء كل شوية ربنا يفتح لنا جزء من علمه كده فنستدل على معلومات جديدة نسميها اكتشافات هي كانت في علم الله ففي اللحظة اللي إحنا فيها دي إحنا عايشين في عالم الشهادة بنستدل على أي حاجة بالحواس الخمسة تبعت للعقل العقل يفهم من هذه الأشياء اللي بنستدل عليها إن هذا الكون الممسوك الملموس ده له رب لو دي متفقين عليها إن فيه رب كامل هقدر أكمل معك بقية الكلام بس الأول نتفق إن لو مش متفقين إن أنا وإنت عارفين إن فيه رب فيه سكة تانية لازم نتكلم فيها نقعد بقى نستدل مع بعض على وجود رب بس لو أنت مؤمن بوجود الله وحائر هو قال لي أستسلم ليه وأنا عندي عقل هكمل معاك دلوقتي ربنا ده اللي أنا وإنت مؤمنين بيه عنده عالم تاني اسمه عالم الغيب عالم الغيب ده العقل مش مصمم إنه يفهمه العقل مصمم لفهم عالم الشهادة العقل تركبته مش مصمم لفهم عالم الغيب مصمم للإيمان بعالم الغيب أول آية في القرآن بعد الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتابه لا ريبة فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون يؤمن يعني يصدق مصدق مين؟ مصدق ربي اللي احنا اتفقنا أنه موجود وأنه كامل وأنه عالم الغيب والشهادة فنا مصدق من اللي شفته في عالم الشهادة لما يقول لي فيه غيب بس أنا مش قادر أستوعبه أبس ربنا اللي قال طب خلاص زي الدكتور كده لو الدكتور كبير قوي يقول لي دوة أنا مش فاهم فين المادة الفعالة اللي فيه بس هو قال حاضر الناس كلها بتسيب عقولها على باب الدكتور لما تكون سمعته كبيرة ويستسلم ويقعد والدكتور يقعد يشتغل في جسمه وهو سامح للدكتور ينيمه رجاء أن الشفة عنده فعالم الغيب قال لي فيه حاجات بعد كده وقال لي على حاجات تانية غيبية قال لي على مجموعة من الأوامر بعضها ليها حكمة وبعضها حكمتها غابت عن عقلي بس مين اللي قالها ربنا واحد يقول لا اشعرف من ربنا قال كده خوض الرحلة دي لو أنت مهتم عايز تتأكد أن القرآن اللي في إيدينا ده سليم وأن السنة صحيحة سليمة وانت فعلا مهتم روح عند العلماء والله هيقولولك ويقنعوك إزاي النقولات النقل القرآن والسنة اللي بين إيدينا ده فعلا ربنا اللي قاله وفعلا سيدنا النبي اللي قاله عزيزة الله السلام لو أنت مهتم روح للمتخصص يشرح لك فلو تأكدت إن ربنا هو اللي قال كده وسيدنا النبي هو اللي قال كده عليه الصلاة والسلام ربنا قاله يقول لنا كده توقف العقل وقال لك ربنا طوف حوالين حجر اسمه الكعبة على شمالك وهات حجر ارمي بي حجر ترمي بي حجر ترمي بي حجرات الشاهد بتاع إبليس تقول له سامعنا وقطعنا اقنعني موجودة ولا مش موجودة آه موجودة مين اللي قالها ربنا هنا يجي التسليم هو احنا بعد ما نموت اللي بيحصل لنا ده احنا بنفتح القبر نلاقيها هيكل عظمية بس دول في الجنة مين اللي قال كده ربنا في القرآن والسنة اسلمت لرب العالمين هنا يجي التسليم يأتي التسليم عندما يتوقف العقل في علم الغيب يأتي التسليم عندما يحترم العقل ويتوقف لما مفهمش حكمة عبادة يقينا ربنا أمرني بيها احترم عقلي واقول له حاضر يا رب مش انت اللي قلت حضرتك يبقى سمعنا وقطعنا بس فاهمني يا رب فإما ربنا يفاهمك ويكشف لنا بعض حكم بعض العبادات وإما بعض العبادات ما يكشفهاش في اللحظة دي أيها الحائر بنقول له سمعنا وقطعنا ترجمة نانسي قنقر